سأل عن المقولة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن هذا الحديث في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمر وهو دال على فضيلة الوضوء قوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يشمل عدد من المعاني أي لا يكم المحافظ عليه بتكميله وهذا واجب والإخلال به يوجب الوعيد كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار لما رأى تقصيرا من بعض أصحابه في تكميل وضوء ويل للعقاب أي عقاب الأقدام من النار هذا المعنى الأول لا يحافظ أي لا يتمه ويكمله إلا مؤمن فهذا من خصى الإيمان وهذا محافظة واجبة الثاني من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ إلا مؤمن الوضوء لا يديمه ويستمر على الإتيام به إلا من كان مؤمنا وذلك أن الوضوء شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ومعنى هذا أنه جزء الذي قد يبلغ إلى حد النصف فالشطر يطلق على النصف وما دونه وهو جزء الشيء فقوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يدل على واحد من هذين المعنين التكميل أو على المحافظة بإدامة الوضوء عند انتقاضه وتجديده عندما يحتاج عندما يشرع التجديد هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مؤمن